ولكن اتمنى ان يكون دائما التنافس جوه الملعب دائما المستطيل اللي اخضر لكن ان انا عود اخبط فيك مليمين اصل حسين مش عارف ايه وانا بخص حسين وبواليا تحديدا ليه شمعنا حسين وبواليا لان حسين وبواليا النهاردة واحد جاب جون التعادل والتاني جاب جون الفوز فاكرين فلابيو فلابيو سنة قعد مايلعب بيلعب كرة قدم معانا وبيلعب كراس حربة في النادي الانو ما جابش جواه وفي الاخر جاب جون هو جابه بضهره ولكن شبيه كرة رفعت له من عماد النحاس دخلت جون للنهاردة بواليا نفس الكلام اوفر عالمي عالمي مايتقالش علي اكتر من كده مايتقالش علي اكتر من كده اوفر عالمي من علي معلول بواليا طلع حط الكرة بدماغه جون تلت نقاط في الديئة 95 حرق الدم ناس كتيرة جدا لكن هل ده يخليني اقول لحضراتكم ان احنا ما عندنا اخطاء هو في ندي في العالم ما عندوش اخطاء كل اندية العالم من اول ريال مادريد برشلونة كل الاندية اللي في العالم كله عندها اخطاء فبالتالي لما اجي اتكلم لازم ما بقى واخد بالي وانا بتكلم لان انا فجئت الحقيقة فجئت لقيت بعض الاعلاميين دايما ما بيتكلموش غير في كده هما بعض من لا يشجع النادي الاهلي يخد بالحضراتكم بيتكلمش في ايه طلع لي يا ابني اللايحة بتاعت النقط في حالة التعادل تعادل ايه جماعة؟ تعادل النقاط يعني مين اللي ياخد الدوري ومين اللي ما ياخدش الدوري دا لسه بدري قوي الكلام دا يحصل في اخر اسبوع ولا في اخر اسبوعين لكن دلوقتي وانا بتكلم وانا لسه النادي الاهلي ما تكملش بقية مبارياته المؤجلة ولسه النادي الاهلي بيلعب كل يومين ثلاثة مطش وبيؤثر دائما المصلحة الوطنية هتكلم عن الموضوع دا برضو لانه الموضوع مهم جدا موضوع مهم جدا فالحقيقة هزا زي ما انت حضراتكم شايفين عسين الشاحب بيجيب جون دا بيقولك حسين اصله مش قادم قد يكون مرهق قد يكون عصبيا وزهنيا عنده هذا الارهاق ولكن بيعرف يفكر يحط الكرة جون فيه ويتعادل ويرجع ويجيب الكرة بالجنو يلا واللي بعده عشان عايز اجيب التالت وعايز اجيب الرابع هذا هو النادي الاهلي لكن حضرتك تقعد او عايز توجه الاعلام لحتة معينة مش هتعرف عارف ليه مش هتعرف لان جمهور النادي الاهلي سبعين تمانين مليون اهلاوي عارفين كويس قوي حضرتك بتعمل ايه حضرتك عايز توجه الاعلام ان الاهلي خسر الدوري دوري ايه ان الاهلي خسره أفكركم بإيه ولا بإيه ولا بإيه في السنين اللي فاتت أنا يعني عندنا كتير